بدأت هيئة الأراضي وعقارات الدولة بعد أن تمكين المواطنين من أراضيهم المصروفة لهم منذ ثلاثة عقود بعد معاناة كبيرة المزيد من التفاصيل فيها التقرير التالي ثلاثون عاما مضت منذ أن صرفت هذه الأراضي لمواطنين يأس بعضهم من تمكينهم منها لكن ما ضع حق وراؤه مطالب قيادة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة قررت تمكين المواطنين من أراضيهم المصروفة لهم في إقراء كان أشبه بالحلم بالنسبة لمن يأس من ملاك الأرض مخططات بير فضل المواطنين التي صرفت من عام 89 إلى عام 92 من هذا الوقت إلى اليوم بدأنا وهي مشكلة بعض البلوكات استطعنا نسلمها بلوك واحد وبلوك خمسة وبلوكات تعثرت حاليا نقوم بتسليم بلوك 4B و4A في الطريق إلى تسليم بلوكات المواطنين والشغل ميداني في الطبيعة في منطقة بير فضل ومنذ حوالي شهر يذهب ملاك أراضي بلوك 4A وB إلى المكتب الذي أنشأته هيئة الأراضي ليستكملوا إقراءات تمكينهم من أراضيهم فيما يعمل موظف الهيئة والفرق الفنية لاستكمال الإقراءات المطلوبة لتمكين المستحقين من أرضهم ومباشرة العمل فيها الآن نحن في بلوك 4B نحدد المواطنين المصروفين لهم من الهيئة العامة الأراضي العقود عام تسعين وواحد وتسعين يعني لهم ثلاثين سنة لم يتم تحديدها والآن نحددها على الطبيعة بحسب المخطط المعتمد المصروف لنا والآن الجماعة يعني المجموعات اللي حددنا لهم حددنا لهم في البداية وبعدين حفروا وبعدين نحدد لهم بالقهاز عشان يكون البناء صحيح مية في المية عدد البلوكات والمواطنين المستفيدين هم ستة ألف عقد يعني ستة ألف مواطن فنحن للآن العمل اللقنا قاري ويشتغل يوميا فسلمنا المواطنين بحدود الآن ثلاثمائة وربعين استمارة هم نزد المواقعهم على الواقع فوقينا الآن بجمعية العسيري صرفت عقود فوق عقود المواطنين المواطنون الذين صرفت لهم عقود رسمية هنا في بلوكات منطقة بئر فضل عام 1989 هاهم اليوم بعد أن استكملوا ملفاتهم وبدأوا العمل في الأرض يطالبون الجهات المختصة بوقف اعتداءات ما يسمى بجمعية العسيري الوهمية والتي صرفت أكثر من عشرين ألف عقد وهمي على مدن سكنية قائمة وأراضي مصروفة بعقود رسمية نحن المواطنون لنا أراضي من وزارة الإسكان ومن أراضي وعقارة الدولة صرفت لنا في عقود تسعة وتسعون عاما في عام تسعة وثمانين ومنذ ذاك الحين ونحن المنتظرين استلامها وهذه المرة بأمر الأخ المحافظة الأملس ونزول المهندسين وأراضي وعقارة الدولة بدأوا بتسليمنا أراضينا ولكننا فوقينا بشخص اسمه علي عبد الرب العسيري قام بجمع عبر الواتساب ونصب على الشهداء وعلى أولادنا الشهداء وأوهمهم أن لهم أراضي فوق أراضينا مئات الملاك لأراضي بئر فضل يلامسون لأول مرة أرضهم تلك الأرض التي ظلت ثلاثة عقود حلم مستحيل وملفات مهملة في أدراء